وليمناقشة أهم ميز قطاع الصحة هذه السنة سنة 2018 في الجزائر أسعد باستضافة البروفيسور مصطفى خياطر رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث بروفيسور أهلا بك شكرا على قبول الدعوة مساء الخير وشكرا على الاستضافة شكرا لك بروفيسور المتتبع لأشأن الصحي في الجزائر وصف ما وقع من أحداث في قطاع الصحة في الجزائر وصفها بالسنة السوداء في القطاع حقيقة سجلت المنظومة الصحية العديد من نقط السوداء خلال هذه السنة وربما الرابورتاج القصير هذا أبرز عدة نقط وهي مهمة جدا وإن كانت مسؤولية وزارة الصحة كاملة في بعض النقط وربما غير وحدها في نقط أخرى مثلا في مشكلة الكوليعة أو في مشكلة النموس هذا النوع التاع نموس النمر يعني هي مسؤولية جماعية وكان ربما نقطة إيجابية واحدة وهي صدور قانون الساحة الجديد الذي انتظرناه منذ عشاء سنين كطويلة طيب بروفيسور حالة من الخوف حالة من الهلع أصابت الجزائريين عند ظهور وباء الكوليرا عند عودة البحمرون هناك من وصف الجزائر بأنها عادت سنوات الوراء هناك من قال كيف لجزائر 2018 أن يتم فيها تسجيل هذه الأوبئة هل فيه تقصير ربما عندما نتحدث عنها الصحة العمومية تقصير من قبل المسؤولين عن قطاع الصحة لهذه هي الأسباب عادة الكوليرا إلى الجزائر هو حقيقة أشياء من هذا النوع تعكس سوء تنظيم وسوء تسيير في مستويات مختلفة من الهرم التاع المنظومات سواء الصحية أو المنظومة الوطنية ككل مثلا مشكلة الكوليرا هو تدخل عدة قطاعات منها المياه منها الفلاحة منها التجارة منها الخاصة لجماعات المحلية حتى أنه في وزارة الداخلية كان فيه نيابة مديرية تقوم إلا بهذا العمل خلال كل سنة وبالتالي كان فيه ربما تلاشي في الاهتمام بهذا الوضع المفروض أنه كان فيه لجنة يرقصها الأمين العام لوزارة الداخلية كانت تم إنشاءها في السبعينات أو في بداية الثمانينات لما كانت الحملات تتاع الكوليرا قوية جدا في الجزائر ونحن نظن أن الأمر انتهى ولكن ربما تلاشي هذا الاهتمام بهذا الوباء اللي هو في الحقيقة مستوطن في الجزائر كما هي أوبئة أخرى ما ننساش أنه في 84 كان رجوع بعد 80 سنة للطعون فهذه الأشياء تنبئ أن في السنوات المقبلة فيه إمكانية ظهور أمراض أخرى كانت مفروض أنها ظهرت ولكن ظهرت من جديد لكن لكن بروفيسور مصطفى خياطي في سنة 2018 توفي جزائريون بسبب البحمرون بسبب الكوليرا بسبب بعض الأمراض هل تعتقد بأن هذه نقطة سوداء وربما نقطة سلبية في قطاع الصحة لا هي الحقيقة نقطة سلبية خاصة لما يخص الوقاية بواسطة اللقاح في مسألة أبو حمرون نعرف أن أبو حمرون هو ناتج من الإصابة بفيروس وهذا الفيروس مستوطن كذلك موجود في الجزائر وبالتالي يتطلب تغطية لتعليقات تفوت 90% من السكان خاصة الأطفال أو الرضاء منهم نحن نشوف أن لما تظهر حالات معنتها أن ما وصلنا إلى هذا المستوى أن فيه تلاشي أن فيه ربما غير قدرة على تغطية كل الأطفال وهذا ما يفسر ظهور حالات في الكوليرا وسيفسر في المستقبل نفس الحالة لأن في كثير من الجهات في الجزائر اليوم ما وصلنا إلى هذا الربما النسبة المئوية تحت 90% تحت تغطية التعليقات وبالتالي فيه إمكانية ظهور حالات أخرى وهذا ربما عائد إلى ربما مشاكل في المنظومة الصحية في عدة مستويات لتمكن من هذا الأمر شيء ربما ما شفناه في الثمانينات والتسعينات رغم المشاكل الأمنية التي كنا نعانيها نعم طيب كذلك مميزة سنة 2018 في قطاعي الصحة عملية التلقيح هذه التي وصفت بالفاشلة هل لم تستطع الآن وزارة الصحة مسؤولي قطاع الصحة إقناع العائلة الجزائرية بالتلقيح؟ المشكلة ليست هنا المشكلة نظر في جهة أخرى هو أنه ما فيش اليوم عقاب لما يقترف أخطاء ما فيش عقاب ما فيش متابعة نحن نشوف أنه وزير الصحة الحالي صرح أمام مسجل السيوخ أنه ما بين 2016 و2014 و2017 كان فيه تقصير في استيراد اللقاحات وبالتالي كان فيه مئات الآلاف من الأطفال لم يلوقعهم وهذا كان في عهد سابق وبالتالي اليوم رأنا ندفع الفاتورة تعدم تلقيح ثم وقعت أخطاء كبيرة مثلا مشكلة تلقيح في المدارس بدون حملة تحسيسية وبدون ربما معرفة الأباء الأولياء للأطفال وحتى الأساتذة مشكلة هذا وما زاد الطين البلة هو كون أنه في بعض المدارس طلب من الأطفال أنهم ترخيص لهذا الشيء فالناس تسألوا في هذا فلما كان المفروض أنه أي حملة تلقيح تسبقها حملة تحسيسية إذن فيه ربما عدم خبرة المسؤولين في القطاع مش عدم خبرة يعني أخطاء المفروض أنه المنظومة بعد 60 أو 70 سنة عندها يعني ما يكفي من التجربة للقيام بحملات مختلفة ومتتالية لما يكون أخطاء من هذا النوع يعني صعبة مشاكل كبيرة صحيح أنه تم إبعاد المدير العام من تاع الوقاية في الوزارة الصحة ولكن هذا لا يكفي لأنه أخطاء جسيمة مفروض أنه مثلا في مستوى الولايات في كل الولايات من موقعش موصلناش هذا النسب نتسأل لماذا ما هي الأسباب وبالتالي نحاول أن نعالج هذه الأسباب طيب أهم مميزة كذلك سنة 2018 في قطاع الصحة أزمة كبيرة تتعلق بإضراب الأطباء المقيمين هل تعتقد بأن طريقة تعامل للوزارة كانت ربما أصح؟ نظن كل الآن الناس اللي ربما تبعوا هذا الملف يشوفوا أنه كان فيه سوء تواصل ما بين الوزارة الوصية وما بين هذه الأطباء المقيمين فكون أن إضراب تعثمنات أشهر طويل جدا ما عندوش تبرير كان بالإمكانية أن ننصيب حلول ربما في الأيام الأولى ولا ربما قبل ما يبدأ هذا الإضراب لأنه كان فيه طرق حوار فأحنا ما استعملنا طرق الحوار وخليني الأمور تتعفن وبالتالي وصلنا إلى أشياء يعني مش طيبة بالنسبة للبلد وبالنسبة للمرضى خاصة لأنه ربما ما بين الوزارة الوصية وبين الأطباء المقيمين الغايب الكبير هو المريض لم يأخذ بعين الاعتبار وهذا ما يفسر ربما كل المشاكل الذي رأينا طيب مادم تحدثت لي عن واقع المريض في المستشفية الجزائرية نتذكر لكل حديثة وفاة الأستاذة الجميعية بلسعة عقرب ربما فيها الآن ربما مستشفيات لكن إمكانيات مادية قليلة في العديد من المستشفيات في الوطن هو صحيح ضمن مشكلة ورق لا ظهر أولا أنه ما تيش مستوى مستوى خبرات على الأطباء المحليين في مستوى المطلوب وفيه نقص كذلك في الأطباء المتخصصين نقص ربما في بعض الأخصائيين الآن نعرف هذا الأشيء المفروض أنه يكون فيه يعني دفتر شروط في كل هذه الولايات التي تعاني من أمور صحية ربما مهمة جدا وبالتالي حتى وإن تغيرت الفرق الطبية يجب أن يكون فيه تكوين مقابل أو ملائم للبيئة أو ما يسمى الأمراض البيئية الإبيديميولوجية على المنطقة ولكن هذا ما راعيناه وهذا ربما من مسؤولية الوزارة الوصية كذلك طيب الآن كذلك ما ميزه هذه السنة قانون صحة جديد هل تتوقع بأن يأتي هذا القانون ربما بأشياء إيجابية لقطاع الصحة للمرضى في الجزائر للمستشفيات للعيادات هو صحيح القانون الجديد يعني في نسخته الذي تم المصدقة عليه قانون قريب من الجودة يعني القانون طيب وربما يلبي كثير من الحاجيات وإن كان انسى بعض الأشياء ولكن فيه إمكانية أنه في المستقبل يكون فيه إعدادة النظر فيه ولكن المهم أنه القانون موجود 30 سنة أكثر من 30 سنة بعد القانون القديم أولا القانون كرس مبدأ الطب المجاني وهذا مهم جدا كنا نتساءل في وقت الأزمة يعني الجزائر أخذت في هذا الباب على عاتقها هذا خط أحمر يعني نعم أنها بقيت متشبتة بالمبادئ وهي خاصة إعطاء المواطن كل فرص العلاج وهذا مهم جدا كذلك القانون يعني أعطى إمكانية كبيرة للمنظومة الصحية فيما يخص ربما جوالب ما كنا تعتنظيمية بإعطاءها إمكانية إنشاء وحدات أو مؤسسات جديدة في مستوى الصحة كذلك من ناحية التحاور وجود أو إنشاء مجلس على الصحة موجود في هذا القانون من ناحية الأدوية من ناحية هل كل هذه الأشياء ربما تنبئ بخير خلال السنة الجديدة هل ستجسد في أرض الواقع المشكل الآن على القوانين الجزائرية هو ربما الوقت الضائع لازم تكون فيه مراسيم تطبيقية المشكل هذا هو كان فيه نشفنا أنه كثير من القوانين تطلب أربع سنة خمس سنة كل ما سبقنا الأمور في إحداث أو في إعطاء هذا المراسم التطبيقية كل ما القانون يكون ربما عنده قوة المفعول الآن كان كثير جواني بتحدي القانون ما نقدرش نطبقه إذا ما كانش هناك المراسم التطبيقية تفضل فيحب ذا لو هذا المراسم تكون خلال سنة 2019 وإلا 2020 وبالتالي يكتمل هذا القانون ويصبح ذا مفعول طيب في ظل هذه المعطيات هل تتوقع أن يتم فيه تسجيل ربما عودة أمراض أخرى في الجزائر مع السنة الجديدة أنا أظن أنه 2020 لأنه كان فيه هشاشة في المنظومة الصحية الآن كان فيه احتمال أنه بعض الأمراض كما مثلا ابو حمرون راح يظهر فيه كثير في بعض المناطق لماذا لأنه موصلناش إلى اللقاح كما قلت لك 90% لأنه مهم جدا وربما حتى بعض الأمراض التي كنا نعتبر أنها اختفت كلية ربما أنها تظهر من جديد لأنه نفس المشكل إذا ما وصلناش ولهذا نطالب بحملة سريعة لربما تفادي هذا الظهور الغير مبرر في الحقيقة نعم كسؤال خير لو نقيم ربما وزارة الصحة بناء على كل ما حدث خلال سنة 2018 نقيمها بعلامة العشرين الحقيقة صعب ممكن نعطيك علامة ولكن لازم نكون حيادين ووقعيين وثم يعني جزء يعني مشكلة للوزير الحالي تحصح أنه تسلم قطع كارثي فربما هذا يعني تبعات ربما تبعات كثيرة مشاكل كثيرة فكان مفروض أنه يدير ربما بعض الأخطاء ولكن المنظومة الآن في حالة ربما لا تحسن عليه ومتلك أستاذ جامعي وبالتالي ربما ما عرفش ربما خمسة على عشرة شكرا جزيلا لك البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث كنت ضيفي في حصد سنة 2018 أتمنى لك سنة سعيدة كل عام وأنت بخير شكرا بارك الله فيك وتمنيتك ذلك لك ولكل فريق